بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة وننتقل إلى الوحدة السادسة قضية التأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الأول تأهيل ذوي الإعاقة طبعا تعريف التأهيل هو تلك العملية المنظمة والمستمرة التي تهدف إلى إيصال الفردوي الإعاقة إلى أعلى درجة ممكنة من النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية والاقتصادية التي يستطيع الوصول إليها حيث تتداخل خطوات هذه العملية أما فلسفة التأهيل طبعا الاهتمام الرئيسي يتركز على الإنسان لأنه الشخص المستهدف في عملية التأهيل ولا يستطيع العيش في معزل عن بقية الأفراد الآخرين حيث أنه يعيش في مجتمع إنساني وبشري قد يتأثر بها ويؤثر فيه كشخص وعضو في هذا المجتمع كما أن فلسفة التأهيل تقوم أيضا على أساس تقبل ذوي الإعاقة واحترام حقوقه المشروع في النواحي السياسية والاجتماعية والإنسانية والمدنية وذلك بغض النظر عن طبيعة إعاقته أو جنسه أو لونه أو دينه إلى آخره وبناء عليه فإن عملية التأهيل تعتبر شكل من أشكال الضمان الاجتماعي لدول إعاقة وحماية الاستقلاله من يساعد على التكيف من جديد بالرغم من إعاقة التي يعاني منها أما مبرات التأهيل فهناك عدد كبير من المبرات نتناول منها يعتبر الإنسان بغض النظر عن إعاقة صانع للحضارة وبذلك ينبغي أن يكون هدف مباشر لمجالة التنمية الشاملة من خلال جهودها المتنوعة الشخص ذوي الإعاقة يعتبر فردا قادرا على المشاركة في جهود التنمية ومن حقه لاستمتاع بثمراتها إذا ما أتيحت له الفرص والأساليب اللازمة لذلك أيضا يعتبر ذوي الإعاقة طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها وهم كذلك جزء لا يتجزأ من الموارد البشرية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط والإعداد للموارد الإنائية في المجتمع إن ذوي الإعاقة مهما بلغت درجة إعاقتهم واختلفت فئاتهم فإن لديهم قابلية وقدرات ودوافع للتعليم والنمو والاندماج في الحياة العادية في المجتمع لذلك لا بد من التركيز على تنمية ما لديهم من إمكانات وقدرات في مجالات التعلم والمشاركة أيضا تشكل عملية التأهيل في مجال ذوي الإعاقة سلسلة من الجهود والبرامج الهاتفة في مجالات الرعاية والتأهيل والتعليم والاندماج الاجتماعي والتشغيل وهذه السلسلة عبارة عن حلقات متكاملة في البناء والقيام بأي واحدة منها لا يعتبر كافيا من حيث المفهوم الشامل لمواجهة مشكلات ذوي الإعاقة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي طبعا لجميع ذوي الإعاقة الحق في الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغيل دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو الانتماء السياسي تعتبر المعرفة العلمية والفنية والتكنولوجية أساسا هامة لتصدي الحالات الإعاقة والوقاية منها والعناية بشون ذوي الإعاقة أيضا لهم الحق في المساواة مثلهم مثل غيرهم وتعتبر عملية التأهيل حق لذوي الإعاقة في مجال المساواة مع غيرهم من المواطنين وذلك لتوفير فرص العيش الكريم لهم وعملية التأهيل تعتبر مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأسرة بشكل عام من أجل مواجهة مشكلات الإعاقة وما ينجم عنها لو انتقلنا الآن ونتحدث عن أهداف سياسة المملكة العربية السعودية في رعاية التأهيل الذوي الإعاقة كمه موجود أمامنا تنمية وتدريب القدرات المتبقية لدى ذوي الإعاقة لاستثمارها في اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات المناسبة أيضا تزويدهم بالقدر المناسب من المعرف والثقافة المختلفة بقدر ما تسبح به ظروف كل فئة من فئات الإعاقة والكشف عن استعدادات وميول ذوي الإعاقة وتنميتها واكسابهم المهارات الأساسية للحياة اليومية اللازمة للمشاركة والاندماج مع إخوانهم في المجتمع أيضا تأهيلهم لاكتساب مهارات مهنية معينة تتناسب مع قدراتهم وميولهم وفق خطط مدروسة وبرامج مطورة للوصول بهم إلى أفضل مستوى من التأهيل أيضا توفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تساعد ذوي الإعاقة على التكيف مع أفراد المجتمع تكيفا يشعرهم بما لديهم من حقوق وما عليهم من واجبات أيضا إزالة العقبات والصعوبات التي قد تحول دون اندماج ذوي الإعاقة ومشاركة في نشاطات المجتمع المختلفة من ثقافية واقتصادية واجتماعية وغيرها أيضا لو انتقلنا وتحدثنا عن أنواع التأهيل هناك التأهيل الطبي ونقصد به التأهيل الطبي هو عادة الشخص ذوي الإعاقة إلى أعلى مستوى وظيف ممكن من الناحية الجسدية والعقلية عن طريق استخدام المهارات الطبية للتقليل من العجز أو إزالته ما أمكن أيضا التأهيل النفسي ونقصد به هو الوصول بالفرد إلى أقصى درجة ممكنة من النمو والتكامل في شخصيته وتحقيق ذاته وتقبل إعاقته في المجتمع ليسهل تكيفه أيضا التأهيل الاجتماعي وأقصد بالتأهيل الاجتماعي هو ذلك الجانب الذي يرمي إلى مساعدة الشخص ذوي الإعاقة على التكيف مع مطلبات الأسرة والمجتمع وتخفيف أي عباء اجتماعية وقتصديقة تعوق عملية التأهيل الشاملة وأيضا التأهيل الأكاديمي وهو التربية الخاصة والتأهيل المهني الذي سنتناول إن شاء الله في الدرس القادم